اشتركوا في القناة احنا بل نزل النسخة هذه ثانية طبعا ما فيها ميزات النسخة كلها تصحيح لأن الرقم الثالث التغير فلو نخشل اعداد نشوف هذه النسخة حدثت هنا نشوف عام نشوف هذا البلد نمبر الجديد الفيرموير ما تغير فنفس الفيرموير لحق النسخة اللي كانت 12.4.5 فكثلاثة نظام ما شفت في اي فرق ما شفت يعني انصحي شخص عند ايفون 6s وقصد ايفون 6s والجهزة اللي تدعم الايوز 12 اللي تدعم الايوز 12 يحدث للنسخة هذه لان شوفانا نظام سريع ما فيه اي لايق او اي شيء يعني نظام سريع على حسب الجهاز حقك والتي تستخدمه فأعتبره ممتاز ما فيه فرق ما فيه شيء اتمنى كل شخصي حدث لو نشوف الـ Geekbench حق النسخة الجريدة لو نفتح نشوف الـ History نشوف الـ CPU هذه النسخة الغديمة وهذه النسخة الجريدة لو نشوف كانت الملتيكور ستة صفر ستة احين ستة ثلاثة خمسة فيعتبر فيه قفزة خفيفة السنجل كور النوى الواحدة ثلاثة اثنين ستة احين ثلاثة 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 فبرضو فيه قفزة خفيفة ويعتبر محوظ لان الجهاز خلاص يعني على اخر ايامه ففيه فرق شوي في المتل ما سويته طبعا ما يحتاج تسوي المتل لان الاشياء هذه ان جهازك ما نصح اي شخص عند الايفونات الغديمة ويقوم بتنازل يلعب يعني كل فديوتي في الجهاز او بوب جي ما نصح اي شخص يستخدم هذه الاشياء فلو بنشوف برضو الانتوتو لحق الرسوميات فبرضو مثل ما كنتكم ما نصح اي شخص يلعب في الجهاز هذا يعني خلاص يشتغل معك كويس الحمد لله مثل ما نشوف 105,321 النسخ اللي كانت قبل لو بنشوفها هذا النسخ الهديمة هذا النسخ الجديد اعتبر ما فيه فرق مثل ما نشوف فرق خفيث ف ما يعتبره فرق يعني القفز اللي جات في الثلاثة ثلاثمية صارت مثل ما نشوف بس تقريبا هذي كل الميزات او هذي كل الاشياء التعديلات اللي صارت الجهاز سريع ما فيه اي فرق ما فيه اي مشاكل ف مثل ما قلت لكم وجهة نظري يعني اتمنى اي شخص يحدد لو بتقارنون عند المقارنة قير عادلة جهاز نازل في الفين و كم الفين و خمسة عش بتقارنوا مع جهاز جريد صعبة لكن الي يبي قارن نشوف صعب الرقم يعني خرافي الفرق ف بس نشوف معاكم علشان لحظة ان كيس لحد يتكلم مثل ما نشوف الرقم ولو بلنشوف ال الجي بيو مثلا او السي بيو هنا مثل ما نشوف السي بيو هنا من ذلك ما قلت لكم ما سويتها او هذي السي بيو قسدي فلو بنشوف الرقم هدا اخر واحد هنا وهذا اخر واحد هنا فالرقم قوي خاصل اي مشاكل مندى قبينات فايف اي رقم ينقز هنا بتعتبر الفرق كان من ثلاثمينة الى ألف الفرق عن نالحوق يكون بس تغريبا مثل ما قلت لكم ما في فارق بما في اي شي الارقام والاشياء دي جهاز سالس في الاستخدام خصا لاشخاص اللي يعني جهاز قديم فالحمدلله ان شقال الى حين الحمدلله ان الى الان شقال كل شي ومتاز وفي سلاسة فمثل ما نشوف فتح الكاميرا ومتازه برضو فحتى روني سكر الكاميرا من هنا وارجع فتحها فهذا ميزة قبل هذا الاجهزة دي اللي الى الان تشتغل زي كذا بكامل سرعتها طبعا بتكون اغل من اول ما نزل الجهاز لكن تستخدم الجهاز تقدر تستخدمه فلو بنشوف لكم هنا حين ميزات الجهاز عشان نتذكرها ايفون 6 المعالج A8 مثل ما نشوف احنا عندنا A12 او A13 فاشوف الفرق الرام هذا مستحيل جهازة الان تقدر تستخدمه كذا يعني جهاز شوف من كم سنة الرام قرابة الوين جيجا وشقال كذا فالاندرويد لو تحط اربع جيجا ما يشتغل فوين جيجا وشوف كيف السلاسة شوفه كيف جهاز ممتاز ممتاز في هالسلاسة والاشياء دي شوفه كيف يعني او ما تفتح الشيء ممتاز فوين جيجا بنرجع مرة ثانية مثل نفتح العديدات شوفوا كيف ما ارجع فتحه من جديد طبعا لو بنرجع الشاقة ديما شوفوا كيف يعني وين جيجا ركزوا على وين جيجا عشان تعرفهم كيف ان ابل شوف كيف هذا رجعت الحق اول برنامج شوف كم برنامج فاتح عشان تعرفون ان ابل لا تغار ان الوين جيجا هنا في الاجهزة الثانية اربع قيقة في الاندرويد يقراش ما يفتح البرنامج يطلع احيانا يفتح الكاميرا يطلع منها لكن هنا جبار ما في اي فرق اهني في سلاسل قوية في سلاسل حق الجهاز ما تحس ان جهازك وين جيجا جهازك يعتبر هنا يعني ممكن في الاندرويد ستة فهذا الاشياء والاشخاص اللي بس يغارلني ارقام ليش قبل ما وصلت الارقام شوف الادا كيف فرقام غليل ومدل ما نشوف الشاشة 4.7 مقابيكس البطارية هنا هذا النظام اخر واحد التخزين فلو بنشوف المعالج فهذا مصورة المعالج يشوف المعالج 20 نانو متر ونحن عندنا نتكلم عن ال اي فورتين اللي بينزل بيكون 5 نانو متر والمعالجات والايفونات اللي موجودة حين 7 نانو متر فكلما ينقص المعالج الكل يعرف ان يصير اداء افضل ومدل ما نشوف هذا اول جهاز نزل لا ثالث جهاز هذا المعالج برضو نصلين على ال 64 بيت لكن طالت الجهاز يعتبر ان ال ايفون 5 اس نزل على ال 64 بيت البداية فهذا الجهاز ونصفاته أول جهاز سوف يدعون اذا اي شخص تشوفون يقول لكم فلا يجي يقول لي ليش قليل قليل نحن نبي استخدام بس شوفوا شلون في الأداء في الاستخدام فبس هذا الفيديو هذي كل شي الفيديو بس يعلمكم أن نزل نيطام جديد وهذا الأرقام اللي وردكم إياها ويعطي درس لحق الأشخاص اللي يكلموني ليش ما قبل ما نزلت ستة دقيقة قبل طماعة قبل طماعة بس عطيك أداء الشركات عطيك أداء و قبل ما أخلص الفيديو هذي حسابي في السناب شات لأشخاص اللي يبوني يطيفوني و يبوني استفسار أو شي و بديت أقول لكم في سنابات أحطها تقنية أشياء ما نزلها في اليوتيوب فأكون هنا نقرب بين بعض و أنزل بين يوم و يوم مثلا فقرة تسألني تقولون تسألوني في سناب شات و أرد عليكم فيديو وتعمني الفائدة للجميع فحط سناب مثلا عام فالرد للسئلة ففي نهاية الفيديو لا تنسوا اشترك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني و لا تنسوا اشترك في القناة والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر